جدا جدا لبرشلونة أمام نابولي طبعا في الأوروبا ليج اللي هتقامي النهاردة حضراتكم عارفين أن ببرشلونة يعني 15 سنة ملعبش هذه البطولة 15 سنة دايما موجود في الشامبينز ليج لكن السنة دي كلنا عارفين ظروف ببرشلونة السنة دي اللي بيمر بيها لكن ببرشلونة عنده أمل كبير جدا جدا أنه يحصل على هذه البطولة من خلال طبعا تواجهة زي ما حضراتكم عارفين فيه روح جديدة في ببرشلونة فيه روح مختلفة ببرشلونة مع قدوم تشابي أوباما يانج بيعمل أداة أكتا من رائع بعد انتقاله من الأرسنال تدريبات مكسفة زي ما حضراتكم شايفين ببرشلونة طبعا عنده مباراة مهمة جدا جدا النهاردة مع نابولي المباراة الأولى انتهت بالتعادل واحد واحد لكن النهاردة كل الأمال وكل محبي ببرشلونة أمالهم طبعا فيه الفوز النهاردة أوباما يانج وابتسامة ما كناش نشوفها في جيلزي قدامنا البطل شابي شابي بصراحة من ساعة ما وصل ببرشلونة عمل تغييرات كتيرة جدا عايزين نقول تغييرات على مستوى ثقة اللاعبين وده مهم جدا بالرغم ان فيه معظم لعبي ببرشلونة كلهم لعيبة متوسط أعمارهم 23 سنة يمكن بوسكتس وبيكي طبعا هم اللي كبار في السن شوية طبعا لكن عايز أتكلم ان ببرشلونة مع تشابي أعتقد فيه شكل تاني خالص اسماعيل مبابي طبعا كمان عنده رغبة انه يتواصل او يكمل الموسم مع ببرشلونة لكن حاجل تشابي اللي هو غير خريطة شوية النظرة التشاؤمية لجماهير ببرشلونة وبدأ بالفعل يخطو خطوات للمستقبل خلينا نقول ان ببرشلونة كمان دلوقتي يمكن في المركز الرابع فيه طبعا الليجة الأسبانية كان في موقف صعب جدا كمان في الليجة الأسبانية في مركز الثامن أو التاسع وصل به للمركز الرابع والصورة دا بتدل على انا بقوله روح جديدة ببرشلونة خطط جديدة لبرشلونة في المواسم القادمة علشان جماهير ببرشلونة مش في أسبانيا بس وكتالونيا بس لكن جماهير ببرشلونة في العالم كله بتنتظر عودة ببرشلونة لسابق عصرها دا اللي بيقوم به شابي النهاردة على مستوى المشروع مشروع طويل المدى خلال الاربع سنين اللي جاية اعتقد من خلال الانتدابات من خلال الترانسفير لبعض اللعيبة يكون ببرشلونة وعودة إلى قوته وعودة إلى مكانته طبيعية مع شابي المدير الفني الأسطورة